متسولا في دول الخليج ومتوسلا قادتها يقوم وزير مالية حكومة الكاظمي علي علاوي بزيارة عاجلة إلى السعودية والكويت ويلتقي المسؤولين هناك باحثا عن منقذ لحكومته التي أفلست في بدايتها ولم تستطع تأمين رواتب الموظفين زيارة رافقتها تصريحات للكاظمي حول متانة العلاقات بين السعودية والعراق تصلح للاستهلاك السياسي أكثر مما يدور على أرض الواقع نتائج هذه الزيارة بحسب المصادر أثمرت عن موافقة السعودية والكويت على إقراض العراق مبالغ تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة بغض النظر عن التركيبة السياسية في العراق والواقع الأمني فيه واستفافه مع محور إيران في ظل احتدام الصراع بين الأخيرة ودول الخليج التي تعاني ويلات مشروع خامن التخريبي درء القبيح بالجميل الذي تقوم به السعودية تجاه حكومة بغداد هو امتداد لسياسة محاولة احتوائها وسلخها عن ثوبها الإيراني وهي سياسة منتدة لسنوات عدة وازدادت في عهد حيدر العبادي وعادل عبد المهدي الذين سبقا الكاظمي في الهرولة إلى السعودية كلما ضاق عليه مال خناق مالياً ونهبت إيران خيرات العراق لكن مصير الأموال المستجلبة من دول الخليج سيذهب إلى تسليح الميليشيات وزيادة نفوذها وذلك ما أثبتته الوقائع وصرح به نافذون في الدولة فهذا نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي يذكر ميليشيات الحشد بأن رواتب عناصرها تأتي من دول تعتبرها عدوها الأول وللمفارقة فإن زيارة وزير المالية علي علاوي إلى السعودية والكويت تزامنت مع تصريحات للقيادي في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري يهدد فيها بضرب السعودية ويمجد الذين قاموا بالهجوم على شركة أرامكو النفطية والعسكري ليس إلا ابن مدرسة الحشد التي تجاهر ميليشياتها يومياً بمعادات السعودية وتتوعدها بآعة الهجمات سياسة محاولة احتواء الأيد الإيرانية وإضعاف مخالبها لا تزيدها إلا قوة وتمسك بمشغيلها الإيراني وبطش باليد التي مدت إليها